أهلا بكم ومتابعي في الجولد.com كلامنا النهاردة هيكون عن شارط قيادة منتخب مصر الأزمة اللي انفجرت في اليومين اللي فاتوا بين مين يكون الحق بيها أحمد فتحي ولا محمد صلاح في الجولد.com انفرد من حوالي يومين نقلا عن مصدر مقرب من أحمد فتحي إن في حد من المنتخب تكلمه وجس نابضه بشأن إن هو يتنازل عن شارط القيادة لصالح محمد صلاح فتحي صدم من الطلب ورفض وفقا للمصدر المقرب منه ونادر شوقي وكيله وأكد مبارح في التلفزيون الخبر وقال فعلا إن حد يكلم فتحي وحاول يجس نابضه بشأن التنازل عن شارط القيادة وكمان توقع إن ممكن فتحي يعتذر عن الانضمام للمنتخب لو الشارطة اتنقلت لمحمد صلاح أو أي لعب تاني فالسؤال دلوقتي المتابعي في الجولد هم شايفين مين أحق بشرط القيادة في منتخب مصر أحمد فتحي محمد صلاح لعب ثالث فيه ناس بطول عبدالله السعيد فيه ناس بطول أحمد حجازي هم شايفين مين أحق بالشارطة وليه يعني لا أهم من مين ليه إن إحنا مش بنقول أسامي وخلاص إحنا عايزين نحط معايير معينة ونمشي عليها اللي بيقول فتحي أكيد عنده أسبابه اللي بيقول صلاح أكيد عنده أسبابه وإحنا ممكن نحاول نستعرض إيه اللي ممكن يخلي فتحي جدير بالشارطة وإيه اللي ممكن يخلي صلاح جدير بالشارطة وإيه اللي يخلي لعب ثالث ممكن هو غيرهم يكونوا جدير بالشارطة من بين كل لعيب المنتخب دلوقتي هو أقدامه أحمد فتحي أحمد فتحي في منتخب مصر من أيام محسن صالح منه عنده 17 سنة فهو أقدم لعيب المنتخب وهي إجارة العرف دايما في منتخب مصر إن الأقدم هو اللي بيبدأ بالشرط الكابتن لدرجة إن إحنا شوفنا في السنوات الأخيرة أحيانا بيلبسها لعيب مش موجود في منتخب مصر بانتظام يعني أنا فاكر في إحدى المباريات مرة دودو الجباس كان قائد منتخب مصر ودودو الجباس معندوش مباريات دولية كتيرة ولا عندو حضور مستمر في منتخب مصر لكن بسبب إنه هو انضم في بداياته أياما كان في المصري مع حسن شحاته ولما رجع بعدها بسنين انضم تاني وصادف إن مفيش في الملعب لعيبة أدام فهو ألبس الشارع هي العرف ماشي كده إن الأدم بيكون هو الكابتن فهل لازم نلتزم بالعرف ده بحزافيره إن هو نحسبها باليوم وبالشهر وبالثاني أنا فاكر كان مرة في الأهلي كان فورق بسيطة جدا بين أحمد بلاله وشادي محمد لصالح شادي محمد مش عارفة تقريبا دقائف ومبراءة وعدد أيام معين ففي مصر الدنيا ماشي كده هل المفروض نفضل نواصل بالعرف ده وبالتالي هيصب في صالح أحمد فاتحي ويكون هو الكابتن هذه الأزمة لا حصلت في المعصر اللي فات لأن محمد صالح مانضمش أصلا أثيرت شوية على خفيف ولكن صالح مكانش موجود فخلاص الشارع كانت مع فاتحي السؤال هل فاتحي أصلا هيكون موجود في كاسة الأفريقية اللي جاية أو في كاسة العالم اللي جاي؟ يعني فاتحي هيتم 35 سنة في شهر نوفمبر فهيبقى عنده 37 سنة بعد سنتين هل فاتحي هيكون موجود في المنتخب ساعتها؟ عندما نختار القائد لازم نكون عارفين هو هيبقى متواجد أو عنده القدرة أن هو يستمر طبعا ما فيش أي لعب ضمن وجوده في أي بطولة يعني سواء بسبب إصابات ربنا يبدأ إصابات عن كل اللعيبة طبعا أو بسبب اختيارات الجاز الفني لكن هل فاتحي هيكون موجود في كاسة الأم وكاسة العالم اللي جايين عشان يبقى هو قائد المنتخب؟ طبعا احنا لو اختارنا فاتحي كابتن للمنتخب هنرجع نغيره ثاني بعد كده بعد مثلا سنة أو بعد عدد شهر معين ولا كابتن المفروض نختاره ويقلص هو هيبقى كابتن في المرحلة المقبلة كلها هناك شايف أن طلاب احمد فاتحي موجود في الملعب مستحيل يكون فيه لعب تاني كابتن عليه بسبب شخصية فاتحي الخيادية بسبب روحه بسبب أن هو واحد من أكثر اللاعبين خوضا لمبارات الدولية في تاريخ مصر فاتحي لعب أكثر من 130 ماتش دولي أظن هو الرابع على ترتيب اللاعبين اللاعب وماتشات بأميس منتخب مصر بعد احمد حسن وحسام حسن وحسام حضر هو أحمد فاتحي الرابع فأحمد فاتحي لعب تاريخي وأحمد فاتحي جزء أصيل من الجيل الزهبي المصري من عشر سنين فاته فعنده كل مقاومات تقريبا لكن السؤال هو ها هو هيستمر لفترة أديه وهل لو أحمد فاتحي أكبر على أن هو يتنازع شرط القيادة هيكون من حق أن هو يعتذر عن الانضمام للمنتخب يعني هل أنت تتطفق أن فاتحي ما ينضمش للمنتخب أنا أعسكم تبعتولي أراءكم على الكومنت على الفيس بوك على اللايف دلوقتي وتقولوني من الأحق بالشارع وليه يعني لهم تقولوني ليه فيه كومنت بيقول من طه فاهمي بيقول أن أحمد فاتحي ليس هيلعب أساسي لأن الأساسي هو المحمدي أحمد محمدي مانضمش أصلا المعسكر اللي فات مع حسام البادري أو المعسكر لحسام البادري فمحمدي مش في المنتخب دلوقتي محمدي كان هو القائد في كاسفة الأفريقية أو في حجبة خبير أجيري لكن محمدي مش موجود فأساسا محمدي مانضمش فيه رأي بيقول من البحار مصطفى بيقول طارق حامد اسم غير اللي إحنا طرحناه مخالص طارق حامد طبعا يعني هو مش قائد ليه بس أنا قادر أقول إن هو اختار طارق حامد لأن طارق حامد عنده صفات القيادة جدا ربما هو مش قائد فعلي أو عمل أو لبس الشرف علينا في نادي الزمالك أو في المنتخب لكن طارق حامد من أكثر اللعيبة اللي عندهم روح في الملعب مصطفى كامل بيقول فاتحي قلب الأسد شريف الشربيني بيقول إلا قدمية أظن هو يصد يقول الأعدمية أعمى أعمى تفرج بيروح في اتجاه ثاني ويقول أنتم شغلين بالكم بشارط القيادة دي ما أهم حاجة منتخب مصري يكون قوي ونشوف أي حد يرفع رأي البلد تمام بس هو لازم يبقى فيه كابتن في الأخر في منتخب مصري يعني يعني مش هينفع العابة تنزل من غير ما يكون فيه كابتن لقى الشارع على كدفه والموضوع ده بيوثار في أماكن الثانية أنا فاكر في إنجلترا كان فيه فترة بعد ديفيد بيكام بيكام عاد فترة كابتن انجلترا وبعدها المجوم يختاروا كابتن كانت له كلام هل يبقى جون تيري هل يبقى ستيفن جورد وطبعا كل واحد فيهم كابتن فاري كبير في انجلترا وليه وليه الناس اللي بتدعمه في الآخر ريسية على جون تيري واتسحبت منه بعد كده طبعا ريهان مصطفى بتقول لا أصدق على فتحي هو كابتن للمرحلة كلها لأنه شخصيته مؤثر على اللعيبة وكمان أدام من الكل ومن الجيل الزهبي ومؤهل لكده أصلا أنا ما شككتش في كل ده أنا بتكلم هل فتحي لما يكون عنده 37 سنة هيكون لسه في المنتخب وهيكون لسه بنفس العطاء مع الأهلي لو كده تمام طبعا أحمد مصطفى بيقول فتحي والنهاية تبقى بالأدامية الزعيم فارس إبراهيم بيقول فتحي طبعا هو اللي بيقول أحمد نشأت بيقول فتحي هو القائد إسلام سعد بيهزر ويقول علي غزال الأحق بعد أحمد فتحي النجار بيقول لأحق أحمد فتحي أبو بكر بيقول مين ده أصلا أنا أظن يصدني أنا أنا زاكي السعيد من في الجولدوت كوم أي تاني أي تاني يونس فارق بيقول أن صلاح الأقدر بشرط القيادة وده أول تقريبا يجيلنا عن صلاح بيقول أنه هو لعب عالمي جدا ومنفعش نعمل كده في نجمينة وصلاح قيادي من الدرجة الأولى وده ينقلنا لنقطة أن ليه صلاح ممكن يكون يستحق الشارع أو اللي عايزين صلاح ممكن تكون أسبابه وعشان صلاح يكون هو كابتن منتخب مصر والتجربة دي حصلت في بلاد كتير عالمية بره يعني ليوني الميسي هو كابتن أرجنتين من سنين طويلة رغم أن فيه ناس شايفينه ومش هو أعلى صوت في الأرجنتين بس هو نجم بحجم ميسي كابتن أرجنتين دي الفكرة حتى يأتي مارادونا في صغره كان هو كابتن منتخب أرجنتين من زمان يعني مثلا في 86 لما أرجنتين خلت كاس على مارادونا ما كانش أدم ولا أكبر لعب في المنتخب بس هو كان نجم المنتخب فكان كابتن منتخب كريسيان رونالدو ما كانش أدم لعب في بورتغيال لما أخذ الشارع فمحمد صلاح بالنسبة لمنتخب مصر قيمة وأيقونة وأظن هو من يعتبره أنجح لعب في تاريخ الكرة المصرية يعني لا يحتاجون ناوح في الموضوع هذا كثير هو باللحقه مع ليفربول ومع مسيرته في أوروبا أظن أنه ننجح لعب ولم نرى لعب مثله وقبل كده فممكن يكون صلاح فعلا عنده نجمية وواجهة كبيرة والمنتخب مصر تخليه أنه يبقى كابتن منتخب مصر أو أنه يبقى واجهة المنتخب ويبقى للشرط القيادة أيضا هناك أشخاص يقولون أنه يا جماعة يعني تقولوا فتحي عنده صفاته القيادة صلاح عنده كمان صفاته القيادة ويشجع زميله ولقطته في مبارات التقاهل لكاس العالم الشهيرة جدا من دام الكنغو لما مصر دخل فيها الجولت عادل وإزاي انهو بعد ما أحبط رجع تاني وايف على رجله وحفز زميله وشجعهم وبعدها مصر سجلت الجولت الثاني في الوقت القاتل ففي ناس شايف أن صلاح فعلا عنده صفاته القيادة وقل ماجد يقول إن شاء الله أحمد فتحي أنا أريد أن تقولوا لي الأسباب بتعايدكم يعني ليس أريد أن أسامي بس تمام قلوا لي مين الأحق بالشارع لكن قلوا لي أيضا ما هي الأسباب التي ترون أنها اللي مخليها الشخص ده أحق بيها يعني عمر أبو عمر بيقول أحمد فتحي أحق بيها أحمد الجندي بيقول طارق حامد أحق واضحا أن طارق حامد من الأسماء المتدولة برضو لكن هو الجدال حاليا فعلا في المطبخ يعني جوه بين فتحي وبين صلاح هم دول اسمين اللي عليهم الجدع يعني لو مش فتح يجب صلاح أو لو مش فتح يجب عشان إن شارع تروح لصلاح لكن في أسامي تانية الجمهور بيتكلم عليها زي طارق حامد زي أحمد حجازي يعني في ناس شايف أنه لا يا جامعة فتحي ممكن ما يبقاش موجود مع المنتخب لفترة طويلة فما يبقاش يبقى هو الكابتن وفي ناس شايفة أن صلاح صعيح هو نجم المنتخب لكن ما عندهش صفات يدخلي كابتن منتخب في ناس شايفة أن الوسط بينهم أو الحل الوسط هو أحمد حجازي لأن أحمد حجازي من أهدم اللعبة في المنتخب دلوقتي أحمد حجازي أظن أول مباردة أولية أنا أقول مزاكرة فأممكن أكون مش صح يعني لكن أظن أول مباردة أولية لي مع بوب برادلي في قدام برازيل في أول مباردة بوب برادلي بعد توليه من حسن شحياته فأظن من حوالي سبع سنين تقريبا أو ثمان سنين كمان وحجازي حتى كان في منتخبات الشباب كان بيبقى بيلعب مع المرحلة الأعلى منه يعني حجازي كان في كاس العام للشباب 2009 في مصر اللي هو الجيل اللي مكانش موفق ومحقق الشينجاز حجازي كان موجود مع المنتخب ده وهو كان من الجيل الأصغر منهم حجازي كمان لها بكاس العام للشباب 2011 فدايما حجازي موجود مع الفئة اللي أكبر منه ودايما حجازي سابق سنه وحجازي قدم كتير قوي لمنتخب محدش يقدر ينكر ودايما المستوى ثابت مع المنتخب وشخص التعرض لكبوات كتير في حياته وتعرض لإصابات شديدة وتعرض لرباط صليبية مرتين ورجع من الاحتراف واحتراف تاني بعديها فهجازي شخص مكافح جدا ويقدر يقود فيه مدربين بيشوف ان هو لازم الكابتن يكون من خطوط الخلفية يعني الكابتن يكون مدافع ده أحسن للفريق عشان يبقى شايف الصورة كاملة يعني كريم محمد بيتكلف اللي انا قلت فيه بيقول صاح الحق زي الأرجنتين وميسي أحمد حسني بيقول يا إيمة طرح حامد يا إيمة الأقدمية محمد أبو جودي بيقول أحمد فتحي عشان الأدم مع الاحترام لصلاح أحمد فواد بيقول طرحة أي اسم مع أحمد فتحي وظلم بيين لي أحمد السيد بيقول إن هو بيختار أحمد فتحي كقائل المنتخب عشان شخصية قوية وبيلعب وراء نفس النقطة اللي انا اتكلمت فيها أو اللي انا طرحتها للنقاش يقول إن هو بيلعب وراء وهيبع عنده رؤية أكتر للملعب وهيرفض يتحكم في اللعيبة ويطلع من قدام ويرجع من وراء بعد مدرب أحمد بوس بيقول محمد صلاح يستحق شرط القيادة اللي قدمه مع منتخب مصر زي هاري كيم عبدالله أحمد بيقول أحمد فتحي هو الأخضر بالقيادة ولو على عمر فيه لعبة ليابت للمنتخب لحد سن الاربعين تماما أحمد فتحي ممكن يلعب زي ما هو عايز بس هل الواقع فعلا إن أحمد فتحي يلعب في المنتخب لحد ما يبقى سابعة وثلاثين أو ثلاثين سنة أو أربعين سنة لسؤال يجب أن نجاوب عليه محمد علي بيقول صلاح من مايكل بيقول لي أنت شايف مين يا كابتن أنا مش شايف حاجة أنا أطرح تساؤل وبادعم كل وجهة نظر بالأسباب اللي للناس بتترحى فيها لكن أنا ما عنديش رأي معين بلال بيقول بلال البقر بيقول فتحي بقيت طبما تم استدعائه معاز بيسألني إيه توقعاتك ومين الأقدر بصراحة أنا ما عنديش رأي فتحي أبو هجر بيقول إن فتحي خبرة كبيرة وعند روح حالية إسلام حسن بيقول إن الموضوع ده مفروض لا يوثار فتحي هو الأساس وإن ده مفيش صدام مع صلاح يعني فينا شايفة إن الموضوع مش بين فتح وصلاح وده ده طبعا الموضوع مش بين فتح وصلاح أكيد لكن هل أصلا المفروض اللعيبة يكون لها رأي يعني أنا برضو من التساؤلات السالتها لو فتحي تقلل إنك مش هتبقى كابتن منتخب هل أنت شايفين إن هو من حق إنه هو يعتذر عن الانضمام لمنتخب ويعتبر إن ده تقليل منه مثلا أو اللي مسارته مع المنتخب ده أنا محتاج برضو وأسمعه منكم ولا هل المفروض المدرب يحسن القرار من غير ما يتشور مع حد من اللعيبة ويكون هو القرار اللي هيسري بعد كده وهل الاختيار أصلا لو تم لمحمد صلاح يكون لأن الجاذب فاني شايف فعلا أن صلاح هو عنده الصفات القيادية الأهم ولا عشان يتم ترضيته مثلا أو عشان يحسن أنه هو نجم المنتخب ويحس بوضعه أكدر في المكان محمود صابري بيقول لأحمد فاتحي معاز بيقول شيكابالا أظن هو بيهزر يعني لأن شيكابالا منضمش مؤخرا لمنتخب مصر من بعد كاس عالم لكن هل شيكابالا لو موجود في الصورة هل يبقى منافس على شرط القيادة؟ ممكن مصطفى هواري بيقول فاتحي محمد علي بيقول فاتحي طبعا مش عايزة كلام شادي أحمد بيقول فاتحي عشان شخصيته قوية أحمد زاكي بيقول فاتحي بدون الحيرة دي كلها موسى بيقول فاتحي أحمد مصطفى بيتطرق لنقطة أن فاتحي هو المتبقي الأخير من الجيل الزابي المصري فبيقول فاتحي من الجيل الزابي ويستحقها زايد حبيب بيقول فاتحي عشان هي في مصر بالآدمية ومناش دعوة بدول تانية في دول تانية أحيان تبقى بالتصويت يعني الموضوع بيوصل أن هم أحيان بيصوتوا على شرط القيادة خصوان في الفرع يعني في إنجلتورا تحديدا بيصوتوا على شرط القيادة في غرفة خلع ملابس بين اللعيبة وبعضها وبيطلعوا مقايد أول وثاني وثالث ورابع أنا فاكر في أرسنل مرة صوتوا الواحد عام له 19 سنة سعيتها و18 سنة كان هو كابتن الفريق وهو سيسك فابريجاس يعني وسعيتها الدايق ويليام جلس طبعا لأنه كان من آدم اللعيبة في فريق وماشي في محمود ثابت بيقول طب صلاح يقدر يشيل شرط قيادة ليفربول دي مش زي دي أظن ليفربول مش زي منتخب مصر على وضع صلاح في ليفربول هو قانج من ليفربول لكن الحسابات مختلفة تماما عن أن هو يبقى قائد منتخب مصر أن هي تبازي أن هو يبقى قائد ليفربول ليفربول فيه لعيبة انجليس فيه لعيبة آدم منه كثير في الفريق محمود ثابت بيقول محمد صلاح بيختار هو محمد صلاح مع احترامه لأحمد فتحي لأن صلاح رمز منتخب مصر في العالم دلوقتي وهذه نقطة الناس يتكلموا فيها قالوا أن أغلب الناس يعرفوا منتخب مصر من خلال صلاح يعني تعرف إيه عن مصر مش بس منتخب مصر تعرف إيه عن مصر كلها عرف الأهرامات وصلاح فبالتالي هما شايفين أن صلاح أجدر البلتشارة للسبب ده أبو حبيبة بيقول أحمد فتحي نصري عسمط بيسألنا هل من مصلحة منتخب مصر أنه يتم طرح موضوع زيه زي ده من جانب المسؤولين عن الكورة في مصر وهل الشارة مؤثرة قوي للدرجة دي في القيادة سؤال مهم هل أنا لازم يبقى لدو الشارة بالكابتن على إيدي عشان أمقرس الدور القيادة في الملعب هل أنا لازم أبقى مدير في مكان شغلي عشان أوجه زمايلي أو لو شفت حاجة غلطة أقولها فيه لعبة كتير قادة من غير شارع وهل فعلا هل فعلا مفروض الموضوع ياخد الحجم ده كله يعني الموضوع أثير قبل التوقف الدولي اللي فات ما خدش وقت كتير عشان صلاح ما كانش منضم المنتخب وفاتحي هو اللي لبس الشارع وبعدين بدأ يثار تاني دلوقتي ولسه التوقف الدولي في شهر نوفمبر فهيبدأ يسخن تدرجيا كلما المعسكر يقرق وصلاح يبقى موجود في المعسكر الجاي مفترض يعني إن شاء الله فهيبقى لازم يبقى فيه قرار حاسم هل الشارع هتفضل مع فاتحي ولا هيعوموها يعني هيقولوا طيب المعسكر ده هتفضل مع فاتحي بمعينه الأقدم ويفتحوا باب إن ممكن فاتحي ما يبقاش موجود في المنتخب بعد كده مثلا فيسيبوا الباب موارب شوية عشان بعد كده ممكن الشارع تبقى مع صلاحة وير صلاحة وحد تاني لكن هل المنتخب مصري لازم يخرج دلوقتي بيحسن الأمر وينهي الجدل أظن إن مش المفروض يستنوا للمعسكر يقرب لازم موضوع يتحسن دلوقتي في الأيام دي لأنه خلاص الناس كلها عارفة دلوقتي إن فيه جدال في الحجرات المغلقة بين مين المفروض يبقى الكابتن صلاح ولا فاتح عمر بيقول لي أنا حسس إنك عايز تخلي صلاح الكابتن وبتحاول تقلل من أحمد فاتحي ومن تاريخه ممكن عمر يكون دخل اللايف متأخر شوية لأن أنا الأول كم دقيق في اللايف كنت بتكلم عن فاتحي وإن هو إيه اللي ممكن يخلي جادرر بالشارع وبعدين أنا قلت على صلاح وقلت إيه اللي ممكن يخلي جادرر بالشارع فأظن بعد ما اللايف يخلص هو ممكن ممكن يا عمر تخش تاني تشوف أوله وإن قلت إيه على فاتحي يعني محمد بيقول لي هو صلاح عمل إيه لمنتخب مصر شوف فاتحي عمل إيه بعيدة عن الإيه اللي مفروض بعيدة عن إن مفروض هل الإنجازات تسام في إنكتبه شايل الشارع ولا لا طبعا فاتحي عمل كتير لمنتخب مصر بس صلاح كمان عمل لمنتخب مصر كتير صلاح أرقامه ممتازة جدا مع منتخب مصر صلاح لو مشي بنفس المعدة للتهديفي بتاعه ده هيتخطى رقم حسام حسن يبهدف التاريخي منتخب مصر ورقم حسام حسن اللي هو الرسمي تسعة وستين جول تاريخي هو رقم ناس كتير شافوه غير قابل ما هو يحطم لكن بالمعدة الحالي بتاع صلاح هيحطم رقم حسام حسن صلاح دائما موجود في المناسبات الكبيرة اللي منتخب مصر كان كويس فيها يعني أي فترة مؤخرا منتخب مصر كان كويس أو منتخب مصر حقا نجاح أو إنجاز سواء الوصول لإنهاية كاسهم الأفريقية أو التأهول لكاس عالم صلاح كان عنصر أساسي ومؤثر في الإنجاز آه منتخب مصر مظهرش بشكل كويس في كاس عالم مظهرش بشكل كويس في كاس الأمم بالتالي المسئولية بتقع على صلاح بما إنه هو النجم وبما إنه هو الشخص بنشيد به في الإنجاز فبنحمله مسئولية برضه في الإخفاق لكن صلاح قدم كتير لمنتخب مصر ممكن يكون في سجل بطولات مش زي الجيلة زيبي طبعا لكن صلاح قدم كتير معاز بيقول شيكا لعب تاريخ هو معاز اختار شيكا وقال إنه هو ليه تاريخ خافل وغير إنه بيخلق روح للعيبة تمام يا معاز إنت الفكرة أوصل لكن شيكا مش بنضام لمنتخب حاليا حسام عبدالسلام بيقول في الجيلة الزهبي كان فيه نجوم كتير وكان بالأدمية بدليل إن أبو تريكا مكانش الكابتن رغم أنه كان نجم المنتخب عبدالله جلل بيستشهد بلقطة بين الحكم في مبارات روسيا وأحمد فاتحي عشان يقول إن فاتحي هو اللي يستحقي الكابتن في كاس العلم كان فاتحي هو الكابتن الثاني منتخب بالمناسبة بعد أسامه حاضري كان يتمشي بالأدمية فبالتالي فاتحي كان هو اللي بيبدأ الماضش كابتن عمار بيقول ممكن ما يختاروش فاتحي في الأيما عشان صلاح ياخدها لسه بدري على الكلام ده عشان نعرف يعني نحكم اسلام حسن بيقول ما قالش مين بس أنا بطعب تكهن يعني بأستنتج إن هو يقصد فاتحي بيقول من غير سبب اللي مالوش قديم مالوش جديد في ناس شكتير شايفة إن هي لازم تبقى بالأدمية وإن هي لازم نبقى ماشيين بالنظام ده عشان يبقى فيه عدل وما يبقاش فيه اختلاف في المعايير بس هل فعلا موضوع خطير للدرجات إن إحنا نبقى خايفين إن يحصل فيه محاباة وإن وإن إحنا نبدأ نبقى مقلقين إن ده هيخد على حساب ده هل فعلا شرط الكابتن أصلا يعني اللي بياخد بلبس الشارة مثلا بياخد بونس أو بياخد فلوس زيادة طبعا بتتديله جلوريو بتتديله رصيد كبير يعني إن هو بيبقى اسمه بكابت المنتخب مصري لكن هل هي فعلا بتزود اللعيبة قوي لدرجة إن هو مساء موكي هتقاتله عليها أو إن هو عايز الشارة ليه؟ إبراهيم النجار بيقول أحمد فتح لأنه أدم لايف المنتخب منتصر بيقول أحمد فتحي موهنس بيقول بلاشت زراعوا الغيرة واستلعبتنا بجد الإعلام حاجة لتوطاك يا جماعة طيب هو أظن الإعلام بيترح موضوع حاصل فعلا يعني الإعلام ما خلاش حاجة من الهوى هو فيه فعلا جدال داير دلوقتي في الحجرات المغلقة إن مين يبقى الكابتن فتحي ولا صلاح فهو الإعلام بيصلط الضوء على الموضوع بس مش أكتر ونادر شوقي وكيل أحمد فتحي أكد الموضوع مبارح محمد ياسر بيقول فتحي استحقها معازم وصمم على شيكبالا ماشي حسام حسن بيقول فتحي الحق عبدالله خالد بيقول فتحي وردي بيقول للمشكلة في مصر بالانتقامات بالانتماءات إن الأهلوية يقوله فتحي وبقى الجمهورة يقوله محمد صلاح وبيطرح فكرة التصويت إن اللعبت المنتخب هم اللي يصوتوا على الكابتن بس يعني أظن الفكرة دي كانت ممكن تبقى وقعية شوية اللي هي موضوع الانتماءات ده لو الاثنين المتنافسين على الشهرة واحد ينتمي للأهل واحد ينتمي للزميلة لكن فتحي ينتمي للأهل وصلاح ينتمي للمصر كلها طبعا فتحي رمز الكرة المصرية معتبر فتحي من أهم اللعبين في تاريخ مصر أبو جمانا بيقول لي أحمد فتحي يسحق إشارة القيادة محمد ياسر بيقول اللي بيقوله ميسي ورونالد وكين رغم إنهم ما كانوش أدم ناس بيقول إن ده كان متعرف في الدول اللي اختارت الناس دي لكن معروف مصر إن شارت القيادة بالأدمية من قديم الأذى بس عادي لو لو الناس شافت إن مش الأدمية لازم تبقى تكمل الأبد يعني ممكن إن النظام يتغير يعني هو مش كرآن برد علي بيسألني لو معندكش رأي ليه طالع عشان أعرف قراء كومنتو رضا عبد المنم بيقول لي فتحي طبعا وساما بيقول فتحي طبعا وانتصر بيقول أحمد فتحي الباش مهندس بيقول إن أنا هو شايف إن أنا بدافع دفاع رهيب عن صلاح وإن ده توجه في الجول وإن ده اللي إحنا بنحاولنا أردو أنا زي ما قلت أنا بدات اللايف دب بكلام كتير قوي عن فتحي وإن هو يستحق يستحق ليه شارت القيادة لو لبسها وبعدين اتكلمت إن لو ساخد شارت القيادة هيبق ليه استحقها وطراحت أمثلة من دول تانية فلا أنا ليه توجه ولا في الجول يتوجه وإحنا بنطرح الصورة زي ما هي روماني بيقول فتحي طبعا أبو جانا بيقول إن فتحي طبعا وإن صلاح مليون المية ميرضاش بكده وده أحد النقاط اللي الناس اتكلمت فيها في ناس قالت إن هو فتحي استحقها وكمان لو اتعرض على صلاح إن هو يبقى الكابتن في وجود فتحي لازم صلاح يرفض هل إنتوا شايفين إن صلاح لو تعرض عليه شارت القيادة المفروض يرفض يعني لو كلاعيب جات لي فرصة زي دي إن أنا أبقى الكابتن مفروض أرفض فرصة زي دي أو لا؟ هل أصلا مفروض إن ندخل اللعيبة في الجدال ده أو في النقاش ده أم لا نحن نحسم الموضوع كإداريين يعني ومسؤولين في المنتخب بدون ما ندخلهم في القصة؟ محمود جودة يقول فتحي أحمد عاصم يقول محمد صلاح لسه قدامه لعمر سيد محمد يقول الكابتن لازم يكون شخصية قوية وده متوفر في أحمد فتحي وكمان لعبه في خط الكلفي ودي برضو نقطة كنت اتكلمت عليها وأنا باتكلم على الحجازي لكن طبعا هي متوفرة في فتحي برضو أن هو بيلع في خط الدفاع ورؤيته أوسع الملعب إبراهيم النبوي يقول صلاح بس إيهاب داود يقول والله ما حد أعمالها مشكلة إلا أنتم والإعلام تمام عبد المنصف جميل يقول فتحي لا يصلح ريهان مصطفى بتقول أنه ليس من حق أي لعب يعترض سواء موجود سواء هو قديم أو مش قديم وندي ترجع للجازة الفانية على حسب رؤيتهم من عنده شخصية القائد شريف ساقر يقوله واضح أن الناس كلها متفع على فتحي يعني مش بالضرورة يعني فيه ناس بتقول صلاح فيه ناس قادة طاري حامد فيه ناس قادة شي كبير لا فيه ناس قادة أثامي مش في المنتخب أصلا وحتى الأسامي اللي هنا يعني أنا من خلال رأيتي أنا شايف ناس أكتر من صلاح لكن الكومنس اللي هنا مش بتتعبر عن رأيي مثلا الشارع المصري كله ما تقدرش تتحصل العداد بشكل دقيق علاء أصيل بيقول فتحي طبعا ده التاريخ محمد إبراهيم عامل قلوب مش عارف مين يا أكيد اللي فتحي وصلاحي خالد ناشئت بيقول فتحي روماني بيقول فتحي روماني متهائل قبل كده يعني هو الأصوات دي في الآخر مش هنلمها ونوديها لمنتخب فلما حد يقول اسم مرتين مش مش هتزاود حاجة لللاعب عبدالله راجب بيقول فتحي رومي عادل بيقول صلاح أحمد منتصر بيقول فتحي محمد إشان بيقول فتحي لأنها حاجة شرفية وبالأدامية ومتهائل هو أبي هل شرط الكابتن شرفية؟ أظن أن الكابتن بيبقى عنده مسؤوليات ولازم يبقى وجهة للمنتخب ولازم في بعض المواقف الصعبة يتصدر ويبقى له موقف فأظن هي مش حاجة شرفية خالص وإن كان إنه ممكن اللاعب يمارس دور القائد من غير ما يبقى قائد فعلي في الملعب لكن القائد بيبقى له مسؤوليات وبيبقى له أنه يتكلم بالنياب عن زميله ولو في أزمة في المنتخب هو يتصدر فيها حتى على عرض الملعب هو اللي بيتكلم على الحكم هو لو فيه لعب زميله كل اللي قابه كورة عرفين عرفين موضو ده وكل اللي يتفرج على كورة إن لو فيه خناية في الملعب الكابتن هو أول واحد يتصدر ربنا ما يجيب خناية طب محمد وهبة يقول إن مفروض بدر يختار أحدهم بدون أخذ رأي أحد ودي السؤال لها كنت بأسأله هل مفروض اللعيبة هتدخل في النقاش ده ولا مفروض المدرب يحسم الأمر على طول محمد علاوي يتراح حاجة بقى ما حدش تراحها بيقول إن ممكن نعمل قرع بين النجمين رامي عادل ماشي يا رامي أحمد عشري بيقول لأخطر حي ممكن تخلي نفسية اللعيبة مش كويسة وكل إعلام إن الإعلام يفضل صلاح على الناس كتير وأن صلاح مش بيلعب لوحده أكيد صلاح مش بيلعب لوحده لكن صلاح نجم كبير ونجم تقيل وواجهة كبيرة لمصر وانتقب مصر فالناس اللي عايزين صلاح يكون كابتن منتخب عندهم أسبابهم والناس اللي عايزين فتح يكون كابتن منتخب عندهم أسبابهم برضه أحمد فتحي وحيد الزمالكوي بيقول لأحمد فتحي أنه واحد الزمالكوي عايز أحمد فتحي فهية الموضوع مش أهلي وزمالك دلوقتي هذا اقتناعية يعني إن الموضوع مش أهلي وزمالك خالص recollect وحيد الزمالكوي بيقول أحمد فتحي طبعا بدون نقاش أكتر لعب مع عطل المنتخب وأدم لعب أحمد سلام بقى رح في اتجاه ثاني هو أثناء مش عايز فتح يروح المنتخب او عايز محمد هاني هو اللي ينضم المنتخب بدل فتحي والشرف الاخر تروح لصلاح حمدي عبدالعزيز زمالكاوي هو بيقول ان هو زمالكاوي و بيقول ان فتحي هادم لاعب في المنتخب ان هو تاريخ و ان هو ارجال لاعب واردي عايزها بالتصويت بين اللعيبة علاء بركات بيقول لأحمد فتحي عسامة ماجدي بيقول على فكرة لا يوجد حد ينفع يبقى كابتن هو يجب ان اختار كابتن يعني وينفعش المنتخب يلعب مطشاط من غير ما يبقى فيه كابتن فممكن انت عسامة تكون شايف ان لا يوجد لعيب جدير كفاية بشرط الكابتن في المنتخب الايمة ولكن في الاول والاخر انت بتختار من المتاح ومن العيبة الموجودة فليزم يكون فيه كابتن محمد رجب بيقول اهم حاجة منتخبنا يرجع زي الاول ومش مهم مشارط القيادة مع مين احمد ابو فضل بيقول انت بتسمي التقاهل لأومة وفروكيا انجاز تبقى دي خبه كبير لا انا قلت التقاهل لكاس العالم الوصول لانهي اومة وفروكيا هو اللي كان انجاز بعد غيابنا كذا دورة وربعض كان انجاز في 2017 ركيب وين كان منتخب مصر ما يبقى الشغرب المركز الاول عطفا على تاريخه اسلام عبد قدر شايف ان فتح يكون هو القائد الاول ومحمد صاح يكون هو القائد التاني وفيه برضه حاجة مش مطروحة يعني مين المفروض هل المفروض يختاروا مثلا اربع اسامي هما يبقى لو مش ده موجود يبقى ده موجود مين الاربع اللي انتو تقترحهم ان هما يكونوا كابتن للمنتخب وهل عبدالله السعيد اسمه مثلا مفروض يبقى يكون مطروح بما انه هو تاني ادم لاي في المنتخب دلوقتي بعد احمد فتحي احمد ربيه بيقول والله مع ان انا زمالكاوي مفروض يكون فتح ان هو الراجل وعمل كتير طيب الخلاصة جاءت لنا كاملس كتير جدا ومش عارف اراها كلها طبعا لكن الخلاصة ان كل واحد عنده رأيه في ناس شايفة فتحي في ناس شايفة صلاح ودي زيها زي قضية كراوية في مصر الناس بتختلف عليها لكن الحسم والقرار الفاصل لازم يصدر من الجهة المسؤولة من المدرب بالتشاور مع اتحاد الكورة بالتشاور مع جهازه بالتشاور مع مدير المنتخب هل هيعمل ده تكرر انفرادي من غير ما يرجع للعيبة ولا هيعمله بعد ما يرجع للعيبة ويتفق معهم الاول ده موضوع يرجع لمدرب الحالي لوح سامة بدري ويخصه هو الواحده والكراره الاخير هيكون في ايده فهذا كانت النتيجة اتمنى ان اللي يقعش عليه الاختيار ان هو يكون كابتن منتخبا اتمنى ان يأخذ الموضوع بروح رياضية اتمنى ان الانضماء وانتخب مصر هو شرف لأي لعب وكل اللعب يجب يكون قائد في اسلوكه داخل الملعب وخرج الملعب اللعب اللي بيغلط ما بنقولش هو غلط عشان مش كابتن يا جماعة عزوروه لا اي لعب بغلط بيتحاسب فأي لعاب لازم يتعامل مع نفسه أنه كابتن نفسه وقائد نفسه قبل أن يكون كابتن لزميله وشرط القيادة شرف طبعاً لأي لعاب لكن ممكن أي لعاب يكون قائد من أجر ما يبقى شارة ما يبقى أن يكون معه شارة فهيفضل الجدد المستمر لحد اللحظة اللي أعلم فيها الرسمية عن قائد منتخب مصر وأتمنى أنه يحصل قريب عشان الموضوع ما يتطورش ويأخذ حجم أكبر من حجم استنونا بكرة في لايف جديد إن شاء الله في يوم هيكون مليه بالمباريات لأن هيكون يوم السبت كعدت ويعني ما فيش دوري مصري الفترة الجاية فيكون حدثنا منحصر عن المباريات الأوروبية أو الأحداث أو الأضايا المتعلقة بمنتخب مصر أو منتخب مصر أوليمبي اللي داخل على تصفيات أوليمبياد توكيو 2020 مع السلامة